بيكورني شلف نيدق نظمت جمعية مودة للرياضة المهرجان الدولي للملاكمة في نسخته الرابع حاشرة بالتنسيق مع السلطة المحلية للجهة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة هذه التظاهرة عرفت مشاركة أربع دول فرنسا، ألمانيا، المملكة العربية السعودية ومنتخب عصبة جهة طانجة طوان الحسيمة للملاكمة هذه التظاهرة كمشتوا مرات في واحد الجو الرياضي وحضور جماعير قوية وفي هذه الكورنيش اللي هي جانب البحر وفي الهواء الطلق وكانت تتصادف كذلك وجود صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله هنا في مدينة المديق في عمالة المديق الفنيدق وهذا الشرف لنا أننا تكون عندنا تدورة في هذا المجتوى وفي هذا الحجم ومشاركة دي الأبطال اللي جونا من فرنسا وجونا من ألمانيا وجونا من مملكة العربية السعودية الحمد لله احنا الدور دينا والهدف دينا هو نبنيه أجيال ونعطيه الإشعاع عن هذه المدينة دينا مدينة الفنيدق وكانت من التوفيق الأبطال دينا والتدورة نجحة مئة في المئة طبيعة الحال تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة وعصبت الجيهة طنجة طيطان حسيمة بالتعاون ديالهم والتضافر ديالهم مع الجمعية التامودة في النذاق وبحضور جماهير غفيرة شجعت الملاكمين المغاربة الذين قدموا عرضا جيدا أمتعوا به الجمهور الحاضر هذه الليلة الصيفية عاش محبوها منافسة دولية من المستوى العالي للملاكمة في جميع الفئات العمرية هذا العرص الرياضي حضرته شخصيات بارزة ليبقى الهدف من هذا المهرجان الدولي لملاكمة هو التنقيب عن فئة الشبان والشابات قصد تطوير مهاراتهم الرياضية وصقلها لتمثيل المغرب في المحافل الدولية